في هذا الإطار أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة كما شدد الرئيس السيسي على أن المشروع القومي للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في جميع أنحاء الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط لما بنقول أن وزارة النقل خدت تقريبا مشاريع بواحد وستة من عشر تريليون ودكتور موسفى مش كده كامل هي مش طرق كلها يعني بس خلي بالكم هو كامل حتكلم بيحط الوزاني دي في الطرق اللي بتقوم بها وزارة النقل لكن فيه طرق بتقوم بها وزارة الإسكان وفيه طرق كتير بتقوم بها القوات المسلحة أنا بس هاخد على هاب حاجة واحدة أنه قال إيه إحنا بنحاول نحل مسائل الزحمة في القاهرة لأ إحنا في اسكندرية بنعمل إيه يا دكتور موسفى في بورسعيد بنعمل إيه في الإسماعيلية عملنا إيه لأ إحنا برضو عشان بس الصورة اللي إحنا بنقدمها للناس إن ده جهد مش ومش الهدف إن إحنا بنسجل جهدنا لأ إحنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد وكلام من هذا القبيل وأتصور إن ده كمان ليه تأثير كبير جدا جدا على نسب التلوث